سيدنا محمد وعلى آله واصحابه سأشرح كيفية التحويل من خلال تطبيق الاشباركاسة بعد اخر تحديث أنا بالنسبة لي عندي فاتورة حابب ادفع الفاتورة من خلال تطبيق الاشباركاسة كيف ستكون الطريقة؟ بطريقة ستكون بساطة على الشكل التالي أنا بالنسبة لي عندي هذه الفاتورة الموزولة سأدفع الفاتورة نجد هذه الفاتورة المفروض تدفعه عندي رقم الاسم الشخص اللي يجب ان تحول المزاري والحساب الخاص فيه وهو العقد هذا عقد خاص بشركة فاتورة خاصة بشركة البيوت أنا بالنسبة لي ان ادفع هاي الفاتورة سأبدأ بخطوات دفع الفاتورة سأفرع التطبيق الاشبار تطلع عندي الشكل التالي هي الصفحة رئيسية الخاصة بالتطبيق نبحث عن خير اسمه كونتر اونت كارتر حساب البنك الخاص منك. نقوم بس عليها دغطة هيك. هلأ عشان أعمل تحويل المصاريع. نقوم بسعال كلمة هاي العبارة الموجودة عندي هون. نقوم بسعالها دغطة هيك. بعدها راح اختار الخيار اسمه هلأ هون عم يطلب منك تدخل الإيبان أو اسم الشخص المسترم. أنا بالنسبة لي هلأ راح ادخل اسم الشخص المسترم. طبعا اسم الشخص المسترم هذا هو موجود عندي هون بالورقة. اشمس الشخص المسترم اول من اجهازه. طبعا هذا هو الشخص اللي احوال المصاري. هذا الاسم راح اكتبه هون بهذه المربعة. هون دخلت وقوم بسعال كلمة اوبان يمن. هلأ هون نطلب منك ندخل الإيبان الخاص بالشخص المسترم هذا الإيبان الموجود عندي هون. هلأ أو بقلبه نسخ ودخله بهذه المربعة. هلأ راح نسخ الإيبان. اكتبت اسم الشخص المسترم. والإيبان الخاص بالشغف المستلم هنراح بزعلك المدفايتر هنر عم يطلب مني يدخل المبلغ اللي بدأك تحول لمصاري أنا بدي أحول المدفايتين عندهون مبلغ 65.54 سنت رح دخل المبلغ دخلت المبلغ هنر عم يطلب مني هون دخل سبب الاستخدام طبعا أكيد لما تحول أي فاتور أهم شي تحط سبب الاستخدام سبب الاستخدام موزوري عندي هون هو رقم العقد أو سبب التحويل رح أكتب هذا هو رقم العقد الموزوري عندي هون هذا هو سبب التحويل رح أكتب هذا الرقم رح حطهن بسبب الاستخدام هلا رح أنسخ سبب الاستخدام من الموزوري عندي بالعقد دخلوا شافية عندي هون هلا أنا سخت سبب الاستخدام هدا هو نفس الموزوري بالعقد هلا رح أكبزعلك المدفايتر هلا عد في عندك خياري بدك تحويل عادي ولا تحويل بفترة لاحقة ولا تحويل باللوقت لحقيق التحويل السريع أنا بالنسبة لي أريد إخدار التحويل السريع سأضع هنا إشارة تشيك على التحويل السريع بعدها سأكبس على كلمة Obavision فحص البيانات أو المدخلات للتحويل سأكبس عليها الضغط هيك الآن بالنسبة لي المفروض سأتأكد من البيانات التي تدخلتها صح أو لا سأتأكد من البيانات وبعدها سأكفي بعد أن أتأكد أن البيانات تضحها 100% سأكبس على كلمة سأكبس على كلمة Viter بعدها سأحاولني بشكل مباشر على تطبيق البوشتان سأتأكد منها أن أعطي الموافقة من خلال تطبيق البوشتان سأعطي الموافقة سأكفي سأعطي الموافقة لفعل البوشتان والتحويل سأتأكد منها سأحب السهم الموزود باتجاه اليمين عشان اعطيه الموافقة على التحويل. هلا راح اسحب السهم باتجاه اليمين. هيك عميه او هيك تم التحويل بكل نجاح. شافي عندي هون تم التحويل بنجاح. هلا راح اكبس على اشارة الاكسل الموجود عندي هون. هل افضنا على حساب البنكيات وهي المبلغ اللي انا بعدته بشكل كامل عم يتم التحويل. وهيك تم التحويل بنجاح. شافي عندهم هاي الفاتور لاني حولتها اليوم. خلعت اليوم. راح اتوصل اليوم. هاي كانت الطريقة بكل اختصار كيفيني احمل تحويل من خلال تبقيق ليش باكس او اللي اي فاتورة تصمي. هلا الفيديو ان شاء الله تعالى بيكون انتهى وشوفكم بالفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.